بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي دكتور علاء عداسي استشاري الأورام وأمراض الدم وسنتحدث اليوم عن سلطان اللسان سلطان اللسان أحد السلطانات التي تحدث في منطقة الرقبة والرأس وأحد السلطانات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتدخين بكل صوره وباستهلاك الكحول التدخين كان ذلك على شكل سجار أو بايب أو سجار أو أرقيلة أو سجار إلكترونية كل هذه مسببات رئيسية لسلطان اللسان سلطان اللسان قد يظهر بأعراض لا تختلف كثيرا عن أعراض الالتهابات التي قد تحدث في اللسان بشكل عام وهي أعراض شائعة كثيرة عند العام سواء كان ذلك ألم في اللسان أو وجود تقرح في منطقة اللسان صغير مما نسميه أفتس ألصز أو ما شابهها وهذا تقرح قد يعاود الظهور ويسبب ألم عند الأكل وعند البلة وفي بعض الأحيان هذه الأعراض تحدث نتيجة دون سبب واضح أو بسبب وجود التهابات في منطقة الفم بشكل عام ولكن بقاء هذا التقرح دون تحسن أو زيادته بالطراض أو وجود نزيف من هذا التقرح أو عدم تحسنه مع العلاجات المعطاء أو وجود تضخم في أحد العقد اللينفوية في منطقة الرقبة أو وجود نقصان في الوزن بشكل عام هذه الأعراض تدفع الطبيب للشباه بوجود سبب آخر لأعراض اللسان هذا في حالة عدم وجود تحسن في الأعراض آنفة الذكر أو في حالة وجود تضخم في الغدودة النفوية التي أسلفنا ذكرها مع وجود هذه التغيرات في اللسان يتعين على المريض متابعة طبيب أورام ذي خبرة واسعة في هذا المجال لوضعه على المسار الصحيح للتشخيص ومن ثم العلاج علاج هذه الأورام في معظم الحالات يكون عبارة عن علاج بالأشعة أن يرافق ذلك علاج كيماوي وقد يسبق ذلك أو يتبعه علاج كيماوي وفي بعض الأحيان نلجأ للعلاج بالجراحة وهذا يعتمد على مناقشات مكثفة ما بين طبيب الأورام طبيب العلاج بالأشعة طبيب الأنفو الأذن والحنجرة وطبيب الباثولوجي أو الأنسجة لتحديد الطريق الملائمة للعلاج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة